السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكر واحد تقوله في يوم عرفة يكفيك عن كل الأذكار والأدعية وهو أفضل دعاء يوم عرفة لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب الفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تحرموا أنفسكم أجرى مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم موقف عرفة من المواقف التي ينبغي للمسلم أن يعتني بالدعاء فيها بجد وإخلاص فيدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وبغيره فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وفي الموتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وروى الترمذي عن عبر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحديث حسنه الألباني وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير حديث حسن رواه أحمد قال الطيبي رحمه الله في قوله بيده الخير أي هذه الأشياء التي يطلبونها من الخير في يده وهو على كل شيء قدير فهو سبحانه الغني بذاته عمن سواه وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله فملكه ملك كامل وعظم فهذا أكثر الذكر وأكثر الدعاء بركة وأعظمه ثوابا وأقربه إجابة لوقوعه من أفضل الناس وهم الأنبياء ووقوعه في أفضل أيام السنة وهو يوم عرفة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم فالإكثر من هذا الذكر ومن هذا الدعاء في يوم عرفة مستحب للحاج وغير الحاج قال ابن عبد البر رحمه الله دعاء يوم عرفة أفضل من غيره وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره وفي فضل يوم عرفة دليل أن للأيام بعضها فضلا على بعض وفي الحديث أيضا دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب وفيه أيضا أن أفضل الذكر لا إله إلا الله وقال النووي رحمه الله يستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاء ويجتهد في ذلك فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء وهو معظم الحج ومقصوده والمعول عليه فإن ينبغي أن يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر والدعاء وفي قراءة القرآن وأن يدعو بأنواع الأدعية ويأتي بأنواع الأذكار ويدعو نفسه ووالديه وأقالبه ومشايخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه وسائر من أحسن إليه وجميع المسلمين هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم فالدال على الخير كفاعله اشتركوا في القناة